بسم الله الله مصلي على سيدنا محمد وعليه وصحبه جميعي السلام عليكم الزل الزل في اللون خوفي اخواتي في قناتكم حلوية إليانا إليانا قاتو اليوم ان شاء الله اخواتي حبيت نشارك معكم وصفة لبابا هذا شعلوا انتو مع حلوية إليانا لبابا لبابا اليوم ان شاء الله حبيت نشاركها معكم وبأذق التفاصيل وصفة سهلة وبسيطة كما تعرفوني بمقادر مضبوطة وجي اخواتي شاربة 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 من أروع أروع ما يكون راح نعطيكم المقادر هنا بالكاس و بالميزان كما تعرفوني نحبنا بزاف الميزان يعني كل واحد بكم على حسب مقدورو جربوها ان شاء الله اخواتي شهر رمضان وبصحتكم السلام عليكم بزول في اللون اخواتي ان شاء الله اول حاجة راح نبدأوا بها هي الشربات نمشوا بهذه الخطوات في الشربات هنا درت هنا كاس ونصف على السكر كاس ونصف على السكر كاس ونصف على السكر نضيف لها ثلث كيسانة على الماء ندوه فوق النار نخلوه يغلي كيف يبدأ يغلي؟ نحسبوه خمس دقائق على الغليا ونطفوه مباشرة هذي هي الشربات اللي نحتاجوه سوف نعطيكم ملاحظة مهمة كما هنا لفاني هنا نخليه لفاني حتى يغلي ونطفوه حتى نضيف لفاني بس تبقى فيه يعني الريحة لفاني تحكم فيها اكثر هنا اخواتي كنكمل نضيف شربات التاعي فوق النار هنا نخدم كرين باتيسيا كرين باتيسيا من أسهل ما يكون هنا اخواتي حطيت فيها 2 ملاعق كبار لفاني سكر تقدروا كثير من اللي يحب الحلاوة ولو انه جيب لي ربي ما تزيدوا لها كثير من اللي بابا رحكم عارفين يتشربوا بالشربات هذي كبير سيروا يعني يجي حلو بزف 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 هنا اللي بنات قبل ما ننسى نضير هكذا 2 ملاعق كبار لا حسبتهم هنا نغم الموعة حسبتهم هنا 2 ملاعق كبار تاع الميشا كيف نفهم لكم بارك شوفوا ودايمن دوسوالح غرب لهم اخواتي ها شوفوا وشيفين اللي غريمو دايمن ها غرب لهم ونبعد نضيف له هكذا زود كيسانة الحليب اللي هو اللي هو ما نصليتها شوفوا لازم يكون برد كيسانة الحليب السخونة كيسانة الحليب السخونة لا ملابا شامل كيسانة دائما نخدموا الحليب بارد وعلى النار كملوا العملية ونخلطوا هنا بارد في بارد لا ننسى ملعقة صغيرة ها هي لاباني لا ننسى هنا نخلط مليح 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 ما في حليبات نوالولبنات هذي كان باتي سياغ من اسهل ما يكون شوية حليب كيسانة الحليب كيسانة الحليب كيسانة الحليب نضيف الكريمة فوق النار ونخلطها حتى دقيقا بعد ما تحصلنا على الكريمة شوفوا ما شاء الله هنا نضيف لها شوية حليب هنا نضيف لها شوية حليب ونخلطها هاكذا تشد الريحة خير ها ما نقل إلي كنتوا دبتوها بالبيضة نفس الشيئة خلطوها هاكذا مليح بدامها سخونة باش تتخلط المليح مليح نضيف الكريمة نضيف ملعقة ملعقة ممسوحة خميرة خبز أو ما يعادي لعشرة غرب للخليب نضيف ملعقة ملعقة من الطريقة خدوة في عشرة دقائق خبز أو غلب ملعقة ملعقة الحليب هنا روش دافي والبيض على البيض تخمّل الملح في البرد لا ننسى لا ننسى قريصة على الملح مهمة جدا ثم نضيف 100 ملل زيت أو ما يعادل نصف كاس ثم نضيف مهمة جدا جدا مهمة جدا في الإبابة نضيفت نضيفت ليمون ونخلط كامل وهنا لدي 200 غرام فارينة 200 غرام فارينة هذا الحساب ولكن قادر نضيفها قليلا ولكن البيض كبيرة قادر إذا جاءتني قليلا نضيفها قليلا لكن لابا يجب أن نضيفها قليلا ونرى السيلة مجي قليلا لنضيفها قليلا يعني هنا نضيفها حتى 2 ملائق لن أفهم لكم شيئا هذا البيض هذا البيض يجب أن تكون الحبة لا شاء الله كبيرة تشعروا هنا تشعروا بأنني أحبت كثير من هذا يجب أن يأتي ثم يشعروا يجب ان يأتي فقط لابا يجب ان يأتي لا يجب ان تكون ومريبا لابا يجب أن نضيفها كثيرا ثم يأتي بأن تكون ثقيلة لابا لابا يجب ان تكون ثقيلة ثقيلة قليلا هذا هو القوام الذي أحبته يجب أن يكون البيضة كبيرة يجب أن أحبت بيضة صغيرة 200غرام سوف نجعلها تخمر نعود أن أعود لكم أضيفة للمون يصغر السبعة سنتيمتر أضيفة المارغارين و أضيفة أبداً أضيفة أبداً كما ترون نضيفة أبداً نضيفة أبداً هنا نضيفة أبداً يجب أن تحاولونها في الخدمة خرم المنحقة لبناتها تعمروا كامل هذه القوالب تقدروا تديروا القوالب تحبيتوا كبار أو صغار وما في الأصل يأتيوا كبار هذا الحجم جديجة شبابة سوف نحبها على حسب اللي بواتي تاري وبعد نوعي لكم كيف أشترك وسوف نختياره تأتي فقط لتراجة سخنة فرن 10 قايق 180 دراجة يجب أن تحمروا من الحمار ومن لديهم دون يحضر اشكلت لهم فرن 190 دراجة تحمروا وحد الملتحت ومن الفوق لم تتحمروا الهم من الفوق ael Peema وبعد ذلك أجد الشربات بارد اضع الكريمة لكيسة اضعت الكريمة اضعت الكريمة اضعت كاس عشان تيه اضعت كاسو نصف الماء اضعت ملاعه اضعت كنزيين لبابا اضعت الكريمة ليس ب Standfall ولد لصص مهم اضعت الكريمة اضعت الكريمة اضعت الكريمة اضعت الكريمة دليل ان Impfoo يروف هذا العلبي دليل pals vão ؟ عندة القية اي حاجة تقدروا تحطوه فيهم. ما شلسط انا هذو صراحة نشيتهم من لاشين. ما نستخدمهم مش في الدار. اه وبعد هنا اديت شوية يعني في خلالكم عارفين بلي راه وقتها قطعتهم قطع صغيرة يعني هذا يعني كما تحبي اختي كل واحدهم قدورون ما تقدرش ديري غير الكريمة ومنا ما تقدرش ديري برك ليبابا يعني عادي جدا. ومبعدنا بديت اندي في ذوك ليبابا وبديت انحط هكذا. يعني شوفوا جي واحدة انسيجام رائع بين ذوك الكريمة وبين ليبابا يدي يعني وعد المشاء الله. هنا كما راكم شايفين حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي وبعد دي كلاشونتي اللي بقات لي. اه جبتها. وبديت انزين حكذا يعني تزين هذا ما كان. شوفوا الوحدة كيفاش تزينوها. شوفوا هنا درت في ذوك اللقين التوعية على الكيسان هذوك تعطار. ما قدونيش هذو درت في ذو الكيسان تعزده. جانا شوفوا درت في طبسي باش نوري لكم. نقديم واحدة اخر يعني ما شي شرط لازم درت لها من تحت الكريمة وما تحطيتو من فوق. هذا فقط باش نوري لكم باللي تقدروا اخوة تشوفوا هنا تقديمش على الشباب. اه فقط يعني كافكاركم عارفين نحب نمدلكم قا عن افكار. ولبنة يعني في فا وبنينا ودي في شهر رمضان دي فريمون دي سر. شباب لكم عارفين نحبوا دي من حاجة هاكذا الشهر رمضان. وهنا كيلك العادة لازم نوري لكم اه نقطع لكم شوية. باش شوفوها كيفاش جات من داخل فريمون مشربة مشربة. والكمية دي كتاح شربت جيس جيس لبنة. يعني تلف كيسان تعمى مع كاس ونص. شوفو هنا لبنة كيفاش خرجت مشربة من اروع ما يكون. هذي هي. ان شاء الله تكون عجبتكم المصبخ وتاتير. دمتي متألقات جيرا كنت لهنا التلويث. ارتي مليليز.